قال رئيس عبد الفتاح السيسي أنه كلف اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة وأضاف الرئيس السيسي على حسابه على منصات التواصل الاجتماعي أن التكليف الجديد جاء لتحقيق تطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة هذا واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الذي تقدم باستقالة الحكومة وقد كلف الرئيس السيسي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة كما كلف الحكومة الحالية بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة من مهمها العمل على الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري فضلا عن وضع ملف تنميات الإنسان المصري على قائمة الأولويات خاصة في الصحة والتعليم وكلف الرئيس السيسي مدبولي في تشكيل الحكومة الجديدة بالعمل على الحد من ارتفاع الأسعار وضبط التطخم إلى جانب مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية ومواصلة ما تم إنجازه في ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب إلى جانب تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قدم استقالة الحكومة للسيد الرئيس هذا وقد قام السيد الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي كما تضمنت تكلفات السيد الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات هذا وقد كلف السيد الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة